شكرا شازلي أثناء منها صباحا بتوقيت القاهرة سادسة بتوقيت برينتش ونجزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري لتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي شدد الرئيس السيسي على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية كما أكد الرئيس السيسي على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه تناول الاجتماع جهود تعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر كما اطلع الرئيس السيسي على تطورات تنفيذ منصة حافظ للدعم المالي والفني للقطاع الخاص فضلا عن أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي وتطورات برنامج نوفي شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار الدولة في متابعة أسعار السلع لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها وأضف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تسليمه عددا من الوحدات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة أن الحكومة حددت مجموعة تشمل سبع سلع استراتيجية لمتابعتها وضبط أسعارها محذرا من أي ممارسات تستهدف احتكار أو إخفاء هذه السلع كما أكد مدبولي أن الدولة ستعمل على متابعة موقف تنفيذ قراراتها على الأرض بصورة أسبوعية هذا وأعلن مدبولي عن إصدار قرار بتشكيل لجنة فنية للاستقبال بيانات الإنتاج الخاصة بالسلع لمتابعة موقف توافرها ولضمان عدم حدوث أزمات في مجموعة السلع الاستراتيجية المحددة استشهد أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب العشرات إثر قصف طائرات ومدفعيات الاحتلال للمنازل واستقطاع غزة ورفاح جنوبا وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم مساء وأطفال بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات واستقطاع غزة استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة الزويدة واستقطاع غزة كما سقط عدد من الشهداء والجرحة إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفاح أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن سكان قطاع غزة يعانون مجاعة كارثية وفي تدوينة على حساب الوكالة الأممية عبر منصة أكس قال مدير شؤون أنروا بغزة تومس وايت إن أربعين بالمئة من سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة لافتا لوجود حالة ملحة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان بما في ذلك شمال غزة أعلنت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024 وجاء في تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن هذه الخطوة تعد إحدى أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة القوات المعادية وتقول كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 من نوفمبر الماضي وبست صورا للبيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وقواعد عسكرية أمريكية ومناطق محددة في كوريا الجنوبية تعهدت موسكو بالرد على الهجوم على بلغورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا والذي أصفر عن مقتل 21 شخصا واتهمت موسكو الجيش الأوكراني بتنفيذ هجوم على بلغورود أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم طفلان وإصابة 111 آخرين على الأقل بجروح وأكدت أنه لن يمر بدون عقاب على حد وصفها ويأتي هذا الهجوم أغدات ضربات عنيفة شنتها روسيا على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات بحسب السلطات الأوكرانية أعلنت أوكرانيا أنها صدرت نحو 13 مليون طن من البضائع منذ إنشاء ممر بحري في البحر الأسود في أغسطس أصبح مهما لتجارتها رغم التهديدات الروسية بالقصف وقال وزير البناء التحتية الأوكراني أليكزاندر كوبراكوف إن 400 سفينة تولت نقل هذه الشحنات وأعرب عن امتنانه للجيش الأوكراني والشركاء الدوليين لضمان نشاط هذا الممر انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل